حدثنا قوتيبة بن سعيد وكتبا به إلي قوتيبة حدثنا ليث بن سعد عن عمري بن الحارث عن يحيى بن ميموء الحضرامي أن أبا موسى الغافقي سمع عقبة بن عامر الجهاني يحدث على المنظر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث فقال أبو موسى إن صاحبكم هذا لحافظ أو هالك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان آخر ما عهد إلينا إن قال عليكم بكتاب الله وسترجعون إلى قومين يحبون الحديث عني فمن قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار ومن حضر عني شيئا فليحدثه